مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المناطق اللبنانية رافعة المطالب المعيشية اعتصم عدد من المحتجين أمام مصر في لبنان في منطقة الحمرة في بيروت احتجاجا على ترد الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة غير المسبوق مطالبين بحلول سياسية واقتصادية تنقذ البلاد الأزمات المتراكمة والمتداخلة وفي طلعتها انهيار العملة الوطنية دفعت بمجموعات المجتمع المدني إلى تكثيف التحركات الاحتجاجية والمسيرات في شوارع بيروت والمدن الكبرى وسط تصعود تحركات المحتجين المطالبة بإسقاط المنظومة الحاكمة وتأمين حقوق المواطنين تزامن ذلك مع اجتماع حاكم مصر في لبنان رياض سلامي مع مستشار رئيس الجمهورية أنتوان قسطنطين لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها لوضع حد لانهيار العملة أمام الدولار ومن بين الإجراءات التي تمت مناقشتها تدخل المصرف المركزي لامتصاص السيولة وضبط سعر الصرف كلما دعت الحاجة والسماح للمصارف بالتعامل بالعملات الأجنبية وفق سعر صرف السوق من جانبه شدد الرئيس اللبناني ميشيل عون على حاكم مصرف لبنان بضرورة لجم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرا ويتجسد الغضب الشعبي اللبناني في مسيرات وتظاهرات متفرقة وقطع للطرقات وسط توقعات بتسارع وطيرة هذه التحركات في الفترة المقبلة مع الاتجاه لرفع الدعم التدريجي عن المحروقات والمواد الغذائية الرئيسة اشتركوا في القناة